لا تشتري الكتاب لله بخمس تلاف ربنا يديك عشر تلاف مدام الكتاب لله لكن لو عاوز الكتاب ده عشان أبقى أعظم واحد وبأعرف علم حدش يعرفه ابقى خلي العلم انفعك إن الله لا يظلم ومثقاء لذرة والله ربنا ما بيضيع حد أبن والله ربنا ما بيضيع حد جربت واحد ينفق في سبيل الله وبقى فقير شحات لا إنما اللي بيلعب أمار يبقى شحات اللي بيشرب خمري يبقى شحات اللي يصرف فلوسه على النساء والزنا يبقى شحات إن الله لا يظلم ومثقاء لذرة وإن تكو حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيم والله العظيم ما بيضيع حد فمن يعمل مثقاء لذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقاء لذرة شرا يرى ما بيضيع حد أبدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يا الأية دي هي دي للنبي محمد بس لكل من جاء بعد النبي محمد إزاي الكلام ده ما الرسول قال علماء أمتك أنباء بني إسرائيل أنت تبلغ القرآن عن رسول الله فأنت هنا داعية مكان رسول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يا سلام يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث أيدك بالزلزل حضرة النبي وتخليه يبكي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد هل ربنا هيجبني يوم القيامة شهيد على قومي نعم كل عالم يشهد على قومي طبعا وعلماء الإسلام كأنبياء بني إسرائيل علماء الإسلام بدل جيش الأنبياء كان أرسل الله إلى بني إسرائيل أكثر من عشر تلاف نبي دول دعاة الإسلام الآن فكل داعية كل عالم مخلص من علماء المسلمين هو نبي من أنبياء بني إسرائيل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث يا سلام على سورة النساء وتجليات الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يأمرنا أننا لا نبخل وأننا نتصدق الصدق أو الصدقة تدل على صدقك مع الله ما هو أنت مش هتتصدق إلا إذا كنت وثق أن ربنا هيرد لك لكن الشيطان يأتي يقول لك إيه طب ما أنت اللي هتتدلهم دول أغنى منك واللي هتتدلهم دول طب أنت لو تصدقت من المال ما المال هي إيه واحد يقول لك أنا معي ألف جنيه لو تصدق من متين ماهم بقوا تمنمية بالحسابات يبقى تمنمية لكن بحسابات ربنا لا وما يعلم جنود ربك إلا هو هو اللي بيضاعف الأجر فإياك أن تظن بالله شر إياك أن تظن أنك إنت صدقت يبقى المال حيقل لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا آه ينقلنا الله عز وجل في روضة القرآن ينقلنا من آيات الإنفاق إلى آيات الصلاة الصلاة لها أحكام جميلة جدا بس ربنا سبحانه وتعالى عاوزنا وإننا نحن نصلي نبقى مركزين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا أنا ممكن أكون سكران شارب خمر وممكن أكون سكران من خدر شارب دواء فأنا لو شارب دواء وبخرف مثلا أصلي مقدرش أصلي حضرتك ما أنا ممكن أقول كلامه غلط طب ممكن أكون مدروك خالص وتعبان ومش قد رأف وبدوخ وعندي غيبوبة في ناس عندها غيبوبة كبدية وناس عندها غيبوبة كلوية وناس عندها غيبوبة مخية يعني ممكن ناس عندها غيبوبة سكر وفي دعنا عندنا كم نوع من الغيبوبة يخاف أيه خالص إذا عنده غيبوبة ده يخرف سهيصلي عشان كده ربنا يري humanitarian 65 eyes السلام علي في الدم واخد دوام درواخه خالص بيخرف يا ايوه الذين امانوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون يا سلام اما العقل يرجع صلي ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى بتغتسر الجنوب الجنابة كثير من الشباب اللي بيقعد على الفيسبوك والشباب اللي الشاطر ما بيروحش الجامعة ولا بيحضر دروس فقه ولا دروس اقتصال ولا ولا كانت الجوامع مليانة والله العظيم في شبابنا الجوامع مليانة الشيخ عبد البسط يقرأ كلنا قاعدين الشيخ النقشباندي يجي في المسجد وانا عندي عشر سنين اععد والشيخ عبد الحليم محمود شيخ القذر رحمة الله عليه والشيخ النقشباندي والمسجد على الآخر فقه وتسبيح وقرآن الشيخ يقرأ والمسجد يترج والله العظيم من المسجد من الحب من دغدغة القلوب المساجد مليانة المساجد مليانة يا جماعة والله العظيم ومشايخ ايه مشايخ بالدغدغ القلوب النهاردة انتقل المجد من المشايخ اللي بالدغدغ القلوب الى المغنيين المغني يعمل لي سهرة او حفلة فيها عشر تلاف ومئة الف وناس يكسروا الحاجات المغني بقى هيه بدل بدل عبدالباصط وبدل مصطفى اسماعيل وبدل الشيخ الحصري وبدل النقشباندي وبدل مشايخنا اللي كان الواحد يقرأ كده الجمع يتقلب من الجمال والروعة مش عاوزوا يبطل القراءة كانت خمسة واربعين ديها وساعات ساعة قراءة القرآن ساعة وخمسة واربعين ديها ولما يخلص الشيخ مش عاوزين يخلص مش عاوزين يخلص فدلوقتي بيقول لي ولا جنوبا إلا عابيري سبيل الجنابة الجنابة يعني شاب محتلم يعني محتلم يعني قام منهم لقى عنده سائل منوي الشاب ده فوق 16 سنة أكيد او ان هو الجنابة عمل حاجة مش كويسة عمل عادة سرية او ان هو جامع زوجته فخرج السائل المنوي اذا خرج السائل المنوي بقى الانسان ده اسمه جنوب دي الجنابة والجنابة دي نعين في جنابة زي ما بنقول بقى جنابة الحدث الايه الاكبر وفي جنابة الحدث الاصغر وده ان شاء الله حنقوله في حلقة قادمة انتظرونا في روضة القرآن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلا